إلى ذلك دعا رئيس حزب السيادة الشيخ خميس الخنجر إلى أوفئ اليوم العالم للإغفاء القصري دعا إلى ضرورة الكشف على المصير آلاف المغفيين قصرا من أبناء محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك وديالة بالإضافة إلى مناطق شمال بابل وحزام بغداد خلال فترة الحرب على الإرهاب كدر خنجر أن تصديق الحكومة على مشروع قانون مكافحة الاختفاء القصري يضع مجلس النواب أمام مسئولية كبيرة لتشريع قانون يجرم الإخفاء القصري ويعتبره جريمة مستقلة في التشريع الوطني وشدد على ضرورة معرفة مصير ضحايا الاختفاء القصري وتعوذ المتضررين بالإضافة إلى محاسبة مرتكبي هذه الجريمة البشعة وكدا أنها مسئولية وطنية وإنسانية وأخلاقية تتطلب موقفا حازما من جميع مؤسسات الدولة